8 مشروعات في دورة واحدة فقط زي ما المهندس سامح اتكلم النهاردة يمكن استكمالاً للكلام اللي جي في التقرير برضو مبرح كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان بيستقبل وفد الوفد ده من مستشفى الناس عارفين حضراتكم مستشفى الناس والإعلانات اللي ده من النهاردة خلاص يعني بقيت كل الناس عارفة يعني ايه مستشفى الناس للأطفال النهاردة بيتم توقيع ما بين المستشفى والنادي الأهلي توقيع بروتوكول تعاون في العديد من المجالات قبل ما أقول لكم المجالات دي عبارة عن ايه أقول لكم الوفد اللي كان مبرح موجود في مقر النادي واستقبله طبعاً كابتن محمود الخطيب كانت موجودة النائبة دكتور أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى محمد فرغالي المدير العام لمؤسسة الجود وهالة بيزيد مدير الشراكات المؤسسية وأيضاً إبراهيم عثمان ده ممثل إدارة التبرعات وكان معاهم دنيا الحسيني دنيا الحسيني خصائية الأطفال بالمستشفى وإيهاب فايز ممثل إدارة خدمة العملاء وكان حاضر توقيع البروتوكول ده خالد الدرندلي أمين الصندوق في النادي الأهلي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي طبعاً العميد محمد هو اللي قام بتوقيع ممثلاً عن النادي الأهلي مع دكتور أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى علشان يتموا هذا المشروع ووضعوا في حيز التنفيذ خلال الفترة اللي جاية بروتوكول التعاون ده باقي بيشمل إيه المجالات أولاً الاتفاق على إجراء الفريق أو لعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على جميع التحاليل هيعملوا كل التحاليل والإشاعات في المستشفى دي بالمجان مقابل إيه؟ مقابل أن أنت يا نادي أهلي تتيح لهم الفرصة أن هم يتواجدوا من خلال منفذ خاص بيهم منفذ خاص بالمستشفى داخل مقر النادي في الجزيرة وأيضاً مش بس في الجزيرة فرعاي كمان النادي في مدينة ناصر والتجمع الخامس إن شاء الله إيه اللي هيكون في يونيا السنة الجاية زي ما عرضنا في التقرير ده كله ليه؟ ده كله النهاردة بتعرف الناس بتعرف الأعضاء إيه اللي بتقدموا المستشفى دي؟ إيه اللي بتقدموا المستشفى دي من خدمات بالمجان علشان تعالج الأطفال وإن هي بتجري النهاردة عمليات قلب مفتوح على أحدث طرق العلاج العالمية فدي حاجة مهمة جداً جداً وإن شاء الله المنفذ ده كمان يخدم أعضاء النادي الأهلي في المستقبل هنشوف تقرير بالتفصيل عن توقيع هذا البروتوكول بين النادي الأهلي والمستشفى ونرجع نكمل الكلام في البيت الكبير نحن طبعاً متشرفين جداً بوجودنا في النادي الأهلي نادي القرن اللي كلنا بنحبه وبنشجعه وسعداء جداً بإن يبقى فيه بروتوكول تعاون بين النادي الأهلي وبين مستشفى الناس للأطفال اللي هي بتقدم العلاج المجاني 100% لكل الأطفال المصابين بأمراض القلب وبتجري جراحات القلب المفتوح والأسطرة للأطفال مجاناً 100% فاحنا النهاردة بنمجي على بروتوكول بيننا وبين النادي الأهلي يعني يهدف إلى نشر مزيد من الوعي بين أعضاء النادي الأهلي المحترمين حول أهداف والعمل اللي بتقوم بمؤسسة مستشفى الناس للأطفال اللي تتابع لمؤسسة الجنود طبعاً النادي الأهلي زي ما أنا اتكلمت مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ومش محتاج ألقاب يعني على قد إيه اهتمام النادي الأهلي بالأطفال وبالشباب وكل ما يحقق له حياة كريمة تتمثل بالنسبة لنا في المقام الأول في العلاج المجاني المحترم على مستوى عالمي أنا سعيدة جداً أن أقول أن كواليس الموضوع كانت أن أنا كنت اتصلت بالكابتن محمود الخطيب والحمد لله تكلمنا في التليفون وإحنا كنا نعرف بعضاً قبل كده من خلال العمل وهو الحقيقة فاجأنا بزيارة سريعة على طول بعد ما تكلمنا لمستشفى الناس وتفرج عليها واتبسط منها جداً وعادنا نتكلم وطرق التعاون ومعرفش إيه والكلام ده وهو قال لا هو ده المستوى اللي احنا نحب أن المصريين والأطفال قصوصاً يتعالجوا بيه مجاناً أن أنت تبقى مش معنى أن أنت ما بتدفعش ولا مليين في العلاج أن أنت بتتعامل بمستوى متوسط أو مستوى أقل من متوسط لأ حضرتك كأنك إن شاء الله أنتم مرة تيجوا تزورونا حضرتك كأنك بتدخل مستشفى عالمي إحنا يشرفنا أن الفريق الأول في النادي الأهلي يعمل كشفاته وتحليله مجاناً 100% في المستشفى لأن إحنا عندنا أجهزة أشعة وإمرأي الحاجات دي مش موجودة في الشرق الأوسط كله موجودة بس عندنا لأن إحنا كنا حرسين إن إحنا نجيب أكثر حاجة متقدمة في العالم عشان الأطفال المصريين يتعالجوا بيها وإحنا في مقابل كده النادي الأهلي حيتكرم علينا بإن إحنا نقدر نحط بوث في الثلاث فروع بتوعي النادي الأهلي يعرض على الناس المنشورات الخاصة بنشاط المستشفى اللي عايز يساهم بحاجة بسيطة في المستشفى طبعاً مرحب به إحنا مجرد وجودنا في النادي الأهلي بمانية أهلوية يعني عريقة شرف كبير لنا بجد يعني إنت لما تيجي تختار تقول أتعاون مع مين في مصر كمؤسسة رياضية مش هتلاقي أن تتعاون مع حد معنا أحسن من النادي الأهلي وبرضو إحنا اتفقنا على أن إن شاء الله من حقنا بعد استئزان النادي الأهلي أن إحنا نستعمل اللوجو بتاع النادي الأهلي على صفحتنا أو في إعلاناتنا بعد موافقة طبعاً النادي الأهلي بنعقد منه إذن فعايز أقولك أن العلاقات ودية تماماً وسهلة وأنا بتفائل بالمداخل دي أن أنت مش داخل أصلاً أنت لا داخل تأخذ حاجة من حد ولا تستفيد هو عايز يدعم الأطفال بالزبط كده بالزبط كده أن المسألة كلها في إطار الخير ويعني دعوتكم كلكم إن شاء الله أن المسألة تمشي بإذن الله يعني بنجاح شديد بإذن الله اشتركوا في القناة